الفكرة يعني كمان انتو كنتو تعاقل تبولكن كنتو تروح دي ماركس كزنز ولا بتتمدوا اكتر من سنتر كان عم تجرب تروح الى البيجمال ليناب واز بلاقيك رح تمضي جامال جونز عم تحكي على فورورد بدل سنتر عم بتكمل بسمول بول ليناب يلا قرأي انتم قلعين فيه تصاد فرامهير يعني فكرة التو ايدنتيتي بزياد الفريق يكون عندك ايدنتيتي سمول بول يلي انا بالعبه ايدنتيتي يكون عندك ايدنتيتي صريح يادر يدافع على ايدنتيتي موجودين بالليج باعتقد غيرناها لانه ما عم نلاقي ايدنتيتي المطلوب يعني بعد ما مضينا هولمن وحسين وكنا مضينا هو اوتوشيب قلنا من روح ادوباي بيتحسن بيجي بيصير انشيب نصاب هناك وتغيرت كل التركيبة مظبوط صوت جبنا حدا بديل بودا رجعنا جبنا ايبي رجعنا هلا ارسينا عجمال جونز قلنا ليلا نغير ايدنتيتي ايدنتيتي ندي الهومنت من القوية هي سمول بول يلي من ست سبع سين نلعبها لهلا خلينا نلعبها مع جمال جونز وخلي الفرق التانية تلحقنا ولاحد يتهلع بهول مبارايتين يلي لاعب فيه لجمال جونز ان كان مع نادي بيروت ربحنا عليهم وان كان مع ميروبا يلي هو منو معيار كمان ادى اداء حلو وضوح ايزا بيك بروفيل بس بتحسوا ميديا وايز يعني على الميديا ما اخد حقوا هاللاعب يعني 18 نقطة مع بيروت مباراة 34 نقطة بس يعني بتحسوا كأنه اندردوغ او اندردوغ او اندردوغ او انتو ما كنتو حاطين عليه اكسبكتشنز لا بالعكس هو هاي بروفيل بس هو هاي بروفيل بالباسكتبول بس ما عندو جريد بروفيل بالسوشيال ميديا بس جامال جونز كان طب فور اماريكين بروسبكتس بوقتها بجامعة يوكون و جامال جونز بيلعب هلق يعني نحنا نشلناه كان عم بيلعب باليورو كوب والشامبيونز ليج يعني فرقه فاري كمباتيتف بيلعب وباسكتبول كتير عالي وبين على قدي اهميته يعني انا زكرني بكافن مورفي طبع الرياضي اذا بتتذكر فاري هاي كاليبر بس رايي بيعمل شغله مضبوط بالدفاع وبالهجوم بسيكلي ما عندكم اي تغيير على صعيد اللاعبين الاجانب هلق نحنا منا نشوف الماتشاب طبعنا مين رح نواجه كيف ما صار النادي الهومانتمن و اكوردنج لي ما ننشوشه منعول وبذكر انه عنا اصابيات كتير كبيرة بعد عم نجرب نردل شوي شوي كمان رح تأثر على تنايتنا للاجانب بس لا حديث هلق يعني دوين جاكسون بيرح صحيح لعب خمس دقايق بس زلمي منصاب ما عم بيقدر يلعب بعض اصابي اصابي بجان بيروت وبسرح؟ اصابي كتير كبيرة لو حالا على اللاعب تاني كان قاعد برا فور فيو ويكس بقى منتمنى له السلامة العاجل اللا يرجع لعانو بيعرف الليجي كتير منيح وما بدك تغير كل الوقت يعني اذا قدرنا نثبت مضبوط ليش لا؟ اشتركوا في القناة